انتفاضة الجامعات دعما لغزة ما زالت تتصدر المشهد الامريكي ودول اخرى في العالم وما يرافقه من قمع مستمر للطلبة وحرية التعبير مشهد لم نعتاد عليه داخل المجتمع الامريكي ما جعل الامريكيون يعيدون النظر بمواقفهم تجاه القضية الفلسطينية فما تداعيات هذه التحركات؟ في مشكلة لإسرائيل مع الجيل الجديد الجيل الجديد تحديداً جيل الحزب الديمقراطي الجديد تحتاج لمقاربة هذا الموضوع تحتاج لتصحيح هذه السورة لعند الجيل الجديد ولهك انت شفت المسؤولين الإسرائيليين يخاطبوا بطريقة مبسطة ماذا تعنيه بعض الشعارات التي استخدمت خلال هذه التداهرات وبالتالي التداعيات لإلى بالتأكيد هالمشهد ما كانت بتحب تشوفوا الإدارة الطريقة الجعلوا غزة أو القضية الفلسطينية حضرة أكتر لا شك بالانتخابات وبالحديث بواشنطن بالرغم من أنها كانت حضرة من 7 أكتوبر جعلوها تحضر أكتر ومثل النقطة الثالثة والأهمة ما ذكرت لك هي قصة إسرائيل مع الجيل الجديد الحروب سابقا كانت تغطى بوسائل أعلام تقليدية أما اليوم اختلفت مع جيل مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أصبحت تصل الأحداث بشكل أوسع وأوضاح وأصبحت صورة غزة أيضا أقرب إليهم وهذا الجديد الجديد الجماعات الضغط هنا الموجودة هؤلاء من الجيل الذي عاش أجداده مثلا وحتى أهله الهولوكوست ما حصل اليهود في أوروبا وبالتالي الآن الجيل هذا هو عم بيشوف شيء تاني شيء مختلف هذا كي بالنسبة له بعيد تاريخيا عنه إلى حد ما فهو الصورة القريبة زمنيا له ما يحدث في غزة وبالتالي هذا كان تأثيرا بالدرجة الأولى وعن تأثيرها على السباق الرئاسي الأمريكي ليس الجامعات فقط الجامعات هي أسبكت هي مظهر اعتراضي على طريقة إدارة الإدارة للسياستة تجاه إسرائيل وتجاه الفلسطيني وبالتالي ستؤثر الأدمة الجزء كبير من الشباب صوت لبايدن المرة الماضية الآن الشباب بالاستطلاعات لو تحصل الانتخابات الآن الشباب جدا غاضب تؤكد نصر أنه من المبكر الحديث الآن عن الانتخابات الأمريكية لافتة إلى أن وجود الشباب الأمريكي من أصول عربية وأفريقية ولاتينية كان له الدور الكبير بجعل القضية الفلسطينية حاضرة في الانتخابات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر